بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى بن مريمى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريمى وروح منه إن شاء الله اليوم هيكون تطبيق لجميع قواعد القراءة اللي احنا أخدناها قبل كده في هيئة تدريب قراءة نصوص من إنجيل يوحنى الإصحاح الأول طبعا فنفتح برنامج الإيسورد على نسخة يونانية بتحتوي على العلامات والنبرات في عندنا نسخة ال-GNT اللي هي ال-Greek New Testament Majority Text بتاعة ال-Greek Orthodox Church وفي أيضا عندنا نسخة نستا الألند الإصدار 27 و 26 فيها برضو علامات التشكيل أنا هقرأ من ال-Greek New Testament العادي النسخة دي تعتبر هي المقابلة للفندايك طيب أول نص عندنا في علامة تنفس هائي خفيف محطوط على شمال الحرف لأن الحرف مكتوب كبير ده حرف أبسلون مكتوب كبير نحن قلنا أن القعدة بتقول أن أي كلمة بتبتدي بحرف متحرك لازم يتحط عليها علامة تنفس هائي سواء سقيل يعني بنمطق النفس الهائي أو خفيف فبيكون الحرف بيمطق عادي ولما الحرف بيكون مرسوم كابيتل أو كبير العلامة بتتحط على شمال الحرف فدي حرف أبسلون بعدها حرف ناي دي كلمة أن أن علامة التنفس بتكون مهملة لأن دي تنفس هائي خفيف في الدين ناحية الشمال أن أن الكلمة اللي بعديها برضو بدأ بحرف متحرك فبيتحط عليه علامة التنفس هائي وهنا علامة التنفس الهائي خفيف فيه هنا نلاحظ على حرف الأيتا فيه علامة البريس بوميني وفيه علامة الايوتة التحتية علامة الايوتة التحتية دي معناها أن الأيتا بتنطق كمقطع طويل وعلامة البريس بوميني هنا مش هتأثر في النقط فدي كلمة أرخي 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 أن أرخي أن أرخي وهنا برضو بدأ بحرف متحرك فعليه علامة التنفس هائي خفيف وعليها برضو البريس بوميني هنا برضو مش هتأثر في النقط دي كلمة إن أن أرخي إن فيه هنا بقى أداد تعريف أوميكرون عليها تنفس هائي ثقيل الأوميكرون الوحدة بتتنطق أو بالتنفس الهائي الثقيل هتبقى هو أن أرخي إن هو وهنا الكلمة المشهورة اللي بيتشدق بها المسيحيين كلمة دي حرف اللامدة مكتوبة شبه التمانية وأوميكرون وجامة وأوميكرون وسيجما في هيقتها في آخر الكلمة يبقى أول مقطع في نص يحنة واحد واحد أن أرخي إن هو لوغوس أن أرخي إن هولوغوس أن أرخي إن هولوغوس وبعدين كلمة مشهورة ومتكررة في العهد الجديد كثيرا كلمة كاي كاي الألفة يوتا صوت مزدوج في نبرة على اليوتا لكن على تاني حرف متحرك فمعنى كده إن هو بيقولك إن دي كلها حاجة واحدة لأنه حطت النبرة على تاني حرف فدي كلمة كاي كاي الألفة يوتا صوت مزدوج آي كاي كاي هو لوغوس نفس الكلمة هنا هي نفس الكلمة هنا كاي هو لوغوس إن نفس الكلمة هنا نفس الكلمة هنا إن وبعدين في بروس حرف البي والرو أوميكرون عليها نبرة لكن عشان ما بين حرفين ساكنين فمش هتأثر في النقط بروس طون طون برضو الأوميكرون عليها نبرة لكن ما بين حرفين ساكنين مش هتأثر في النقط بروس طون في هنا باقي حرف الثيتا مكتوبة كابيتل والأبسلون الأوميكرون عليها نبرة الأوميكرون عليها نبرة نبص على اللي قبلها اللي قبلها حرف إبسلون الإبسلون والأوميكرون مش صوت مزدوج فده معناه إن الأوميكرون بداية مقطع فعلشان كده بنمطع الكلمة دي ثئون 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 بنمطع الأوميكرون كأنها في بداية كلمة لأنها بداية مقطع ثئون كاي هولوجوس إن بروستون ثئون يبقى المقطعين اللي في الأول أن أرخي إن هولوجوس كاي هولوجوس إن بروستون ثئون آخر مقطع كاي نفس الكلمة هنا نفس الكلمة هنا كاي ثئوس ثئوس هنا فيه ثئوس وفيه هنا ثئون هما الاتنين نفس الكلمة لكن الحالة الإعرابية مختلفة هنا حالة الإعرابية مفعول به وهنا الحالة الإعرابية في حالة الفاعل أو في حالة الرفع هنا في حالة الرفع هنا في حالة الرفع وهنا في حالة النصب كاي ثئوس إن هولوجوس في الحالة الإعرابية إن أرخي إن هولوجوس كاي هولوجوس إن في حالة الإعرابية في حالة الإعرابية و إله و إله كان الكلمة في بداية كان الكلمة و الكلمة كان عند الإله و إله كان الكلمة هنا ثئوس بتاخد أداة تعريف زي لوجوس نهايتها أوميكرون سيجما هنا نهايتها أوميكرون سيجما مفروض تاخد هو لو عاوزين نقول والله كان الكلمة لازم نحط آآ أداة تعريف لكن هنا ما فيش أداة تعريف كاي ثيوس إن هولوجوس إن أرخي إن هولوجوس كاي هولوجوس إن بروستون ثيون كاي ثيوس إن هولوجوس بدا النص الأول سهل وبسيط النص التاني في عندك أول كلمة بدأ بصوت مزدوج أوميكرون يوبسلون أو في تنفس هائي ثقيل محطوط على تاني حرف يعني معناها إن الأوميكرون وليوبسلون مع بعض لأن صوت مزدوج وبعدين التنفس الهائي ده ثقيل فهنمتع نفس هائي فهنمتع نفس هائي علامة البرسبوميني هنا مش هتأثر في النط فتبقى هوتوس 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 إن أن أن هنا هي نفس أن دي لكن هنا عشان الإبسلون مكتوبة بحرف صغير فعلامة التنفس الهائي الخفيف محطوطة فوق الحرف لكن عشان هنا كبيرة فمحطوطة على شمال الحرف هوتوس إن أن أرخي نفس الكلمة هنا هنا أن أرخي بروس تون سيون نفس المقطع ده بيتعاد هنا هوتوس إن أن أرخي بروس تون ثقون قلنا ثقون ليه ثقون ليه بنشد على الأوميكرون عشان عليها نبرة وقبليها حرف متحرك مش بيعمل معها صوت مزدوج فهنا الأوميكرون في بداية مقطع فبتتنطق كأنها في بداية كلمة تبقى ثقون هوتوس إن أن أرخي بروس تون ثقون نص الثالث بانتا حرف البي ألفا ني تاو ألفا بانتا 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 دي 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 حرف الدلتا صغير ويوتا دي أو 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 هنا حطيت لك تنفس هائي خفيف دي له ناحية الشمال بيقول لك دي كلها مقطع واحد ده صوت مزدوج برضو هنا علامة مش هتأثر في النقط الن قبل الحرفين المتحركين حرف ساكن فالأوميكرو نيوبسلون صوت مزدوج أو 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 هنا كاي, كاي, خورس, 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 كاي, خورس, او تو, اي جيني تو, او دي. الصوت مزدوج او دي. او دي. او دي. هن. هن. لاحظ هنا فيه التنفس هائي ثقيل ونبرة. احنا لما قلنا في او في النص رقم تاني اه رقم اتنين اللي هو هوتوس هذا كان في بداية عند الاله. هوتوس اين? ان ارخي بروستون ثئون. ان دي يعني في وان هنا يعني في. دي اسمها هن. تنفس هائي ثقيل مع نبرة. لازم نعرف ان النبرة بتؤثر في معنى الكلمة. والتنفس الهائي بتؤثر في معنى الكلمة. فالكلمة فالكلمة اللي عليها تنفس هائي ثقيل ونبرة هن مش معناها فيه. معناها واحد. ودي هن. بعدين فيه هنا هو. هو مش زي اعدات التعريف اللي هنا. لا دي عليها نبرة. والنبرة بتفرق في المعنى. فدي معناها الَّذِي. الَّذِي. ي oikeام ا incremental أن تسببون. يقوم الواجاكين والجاكين 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 والجاكين. النص الرابع هنا أو تو صوت مزدوج والأوميجا تحتيها يوتها تحتية أن أو تو دزو إي دزو إي ليه دزو إي الزيتا هنا ممكن تتنطق زه وممكن تتنطق دز فممكن نقول زو إي وممكن نقول زو إي مش بتفرق كتير اللي اتنين نطقون صح أن أو تو زو إي الزيتا عليها نبرة قبليها حرف متحرك مش بيعمل معها صوت مزدوج فدي بداية مقطع ولأن ده حرف طويل فبيبقى مقطع لوحده فالإيتا بتتنطق كأنها في بداية كلمة بننقى الإيتا إزاي في بداية كلمة زي هنا إن إن فتبقى دزو إي دزو إي أن أو تو دزو إي إن كاي هي دي أدى التعريف على تنفس هائي ثقيل كاي هي دزو إي إن تو فوس حرف الفي تو فوس نقرأهم كلا تاني الأربع نصوص من الأول إن إن арجي إن إن أو تو اجينيتو أو دي هن هو جيجونن إن أو تو دزو إي إن كاي هي دزو إي إن تو فوس تون أنسروبون فيه هنا في النص التالت كلمة دي بعديها فصلة فوق السطر على يمين الكلمة قلنا إن دي معناها حذف حرف متحرك لتسهيل النطق حذف حرف متحرك لتسهيل النطق فالكلمة دي كانت أصلها دية كان فيه ألفة بعد الايوتة لكن علشان فيه صوت مزدوج جي بعديها وعلشان النطق يكون أسهل فحذف حرف متحرك وحط علامة مكانها اللي هي الفصلة على يمين الكلمة اللي اتحذف منها الحرف علشان كده النطق بقى أسهل نقدر نمطق على طول دي أو تو دي أو تو اجينيتو كاي خورس أو تو اجينيتو أو دي هن هو جيجونن إن أو تو دزو إي إن كاي هي دزو إي إن تو فوس تون أنسروبون العدد الخامس كاي تو فوس أن اللي هي فيه عادي أن تي سكوتية سكوتية أو سكوتية سكوتية ليه بننطق سكوتية ليه بننطق الألفة كأنها في بداية كلمة لإن القيوت عليها نبرة وقبليها حرف ساكن قبليها حرف ساكن يعني هي نهاية مقطع فاللي بعديها بداية مقطع فتنطق سكوتية أو سكوتية سكوتية أو سكوتية كاي تو فوس أن تي سكوتية فايني فايني الإيوت عليها نبرة لكن اللي قبليها ألفة بيعمل معاها صوت مزدوك تبقى فايني فايني كاي تو فوس أن تي سكوتية فايني كاي هي سكوتية أو 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 كتلابن سكوتية أو أو كتلابن نقرى النصر تاني كاي تو فوس أن تي سكوتية فايني كاي هي سكوتية أو أو كتلابن النصر السادس ايجينيتو ادي بدقة بحرف كبير علشان كده العلامة محطوطة على شمال الحرف ايجينيتو أنثروبوس أبيستالمينوس 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 بتتقسم مقاطع أدي أ مقطع لوحده عشان ده حرف طويل وبعدين في عندك حرفين ساكنين ما بين حرفين متحركين فكل حرف متحرك بياخد حرف معه في المقطع أبيستالمين وبعدين الجزء الأخير حرف متحرك ما بين حرفين ساكنين أبيستالمينوس 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 إجينيتو أنثروبوس أبيستالمينوس أبيستالمينوس برا ثة أو الأوميكرون يوبسلون ده صوت مزدوج عليهم علامة باريسبومين قبليهم إيوتا قبليهم ابسلون آسف قبليهم ابسلون فده معناه إيه؟ معناها أن الأوميكرون يوبسلون الصوت المزدوج ده مقطع لوحده فدي تتنطق مقطع ثة الالف عليها نبرة قبليها اوميجا مش بتعمل معها صوت مزدوج فالالف بتتنطق كأنها في بداية كلمة بتتنطق كأنها في بداية كلمة والايوتا مع الاميجا بنكسر في الايوتا وبعدين ندي زي ضمة في الاميجا يو يو أنس يو أنس اونما او تو يو أنس اسم اسموه يو حن او تو ده الضمير يو أنس اسموه يو حن اونما او تو يو أنس يبقى من الأول هنقرأ الستو نصوص اللي احنا خدناهم من الأول أن أن آرخي إن حولوغس كاي حولوغس إن پرس طان ثان كاي ثان إن حولوغس حتس إن أن آرخي طان ثان إن تحوا إجنب يومًا ثابت giants e-nتي تكون يومًا في العربين ويومًا تكون حقاً فيه الد喰 من الأقفل ولكن هذه الدار kep اليوم أم ذو تقريباً وإن شاء الله هنكتفي بهذا القدر ونكمل قراءة في فيديو آخر إن شاء الله يكون نحن سهل ويسير ويكون سبب في إتقان قراءة اللغة اليونانية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته